السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصريح جديد قد يغضب الاهلي عن الحكم الاثيوبي باملاكتي سيما في تصريح جديد قد لا ينال اعجاب الاهلي ايضا ولا مسؤولي بخصوص الحكم الاثيوبي باملاكتي سيما حكم نهائي دوري ابطال افريقيا هذا اللقاء الذي سيكون يوم الاحد القادم على الاراضي المغربية ضمن اياب نهائي دوري الابطال بين الوداد والاهلي سام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي اكد ان الاثيوبي باملاكتي سيما من افضل الحكام في افريقيا وهو الاقدر والاحق بادارة لقاء نهائي دور الابطال هم مش عايزين كده هم عايزين واحد تفصيل واكد انه من افضل حكام القارة وهو من حكام المستوى الاول ونتمنى له ادارة لقاء جيد في المغرب واشار الى ان كل الحكام لهم سلبيات وايجابيات وهذا جزء من قرة القدم مشيرا الى ان الحكم الاثيوبي باملاكتي سيما لن يعتزل التحكيم كما قيل في وسائل الاعلام الاهلاوية يذكر ان الاهلي واعلام الاهلي بدأ ومنذ نهاية لقاء الزهاب هنا في القائرة مش انه حملاء على الحكم الاثيوبي من باب الضغط عليه كما هو معروف بالطبع عن الاهلي واعلام الاهلي فعلا هو ده اللي بيعملوه في كل مبارياتهم داخلية وخارجية اشتركوا في القناة